كل شيء ارتفاع من الابرة للخيط لكل شيء للقمة الاكل للخبزة اللي ما عمل ايها كل ثلاثة ياما نوقف لسحلنا ربطة بهدلنا بالعربي يعني شكوى تتردد لدى الشريحة الاوسع من السوريين بعد حزمة اجراءات حكومية تضمنت مضاعفة سعر كيلو الخبز الى 100 ليرة بعد رفع اسعار المازوت الصناعي والبنزين المدعوم اجراءات ادت لرفع اسعار عدد كبير من السلع وضعفت الضغطة على النقل العام يعني كثير تحملنا كثير تحملنا رحلنا شهداء وظلنا بالوظيفة 40 سنين وهذا تعال يعني معقولي واحد بالشهر عمري 60 سنين ما يفوت بالشهر كيلو فواكه على بيته انا يمكن عندي راتي باكل منه بس هل ما عنده راتي ولا عنده شيء كيف بده يأكل كيف بده يشرب انا صرت هذي كلام بطبخه عن الحطا انه ما عندي غاز تقر الحكومة في المقابلة بتلك الصعوبات تبرر رفع اسعار المشتقات النفطية والخبز بخروج معظم الثروات الوطنية عن السيطرة وبالحصار الامريكي تبرير لا يبدو كافيا برأي الاقتصاديين انطلاقا من وجود مجالات للتحرك في دعم القطاعات المنتجة وتسهيل تحرك السلع بين المحافظات وضرب الفساد كان من الافضل بالنسبة للحكومة السورية ضبط موضوع التهرب الضريب الضخم الموجود في سوريا هناك تهرب ضريب ضخم هناك شركات مكتومة غير موجودة بالسجلات الضريبية رجال اعمال يملكون المليارات ولا يدفعون الضرائب الحكومة السورية رفعت دعم الدقيق التمويني من 337 مليار ليرة الى 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية الى 3500 مليار ليرة والكهرباء الى 1800 مليار ليرة في موازنة العام المقبل لم تصل الضائقة المعيشية في سوريا خلال سنوات الحرب الى مثل المستوى الذي هي عليه اليوم ما يفرض تعاطيا استثنائيا ينطلق أساسا من التركيز على القطاعات المنتجة ولسيما الزراعية كمدخل للتخفيف عن ملايين السوريين محمد الخضر دمشق الميادين